اعلنت شركة سمحان القابضة عن اطلاق مشروع غرافيتي لأول مرة في البحرين وذلك بافتتاح اطول نفق هوائي زجاجي في العالم بطول يبلغ 12 متر يأتي هذا المشروع بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبموادرة من سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المشروع بمنطقة الوسمية المحاذية لحلبة البحرين عرب سيد ميتش لوسن مدير عام غرافيتي عن بلغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بده الله على دعم ومساندة سموه لهذا المشروع الوطني الذي جاء بمبادرة من سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة سمحان القابضة مما سهم في نجاح تحقيق هذا المشروع في البحرين ولأول مرة في مجال التحقيق الداخلي لتسهم في توفير المزيد من الترفيه لدى الشباب والعائلات البحرينية والخليجية والمقيمين ولزوار المملكة وأكد لوسن أن اختيار تاريخ السادس عشر من ديسمبر ليكون يوم الافتتاع يأتي ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين باحتفالة المملكة بالعيد الوطني المجيد موضحان حرس جريفتي على إظهار واجهة البحرين الحضارية والسياحية والرياضية من خلال إطلاق رياضة لم يتم ترحها من قبل ومعترف بها عالميا موسيقى